حسيتي ان انتي فعلا قدرتي تبتحي طريق لكل البنت عايزة تدخل المجال ده انتي قادرة انك تساعديها انها هتوصل لحلمها في 2014 تحديداً كانت شركة من شركات السيارات قررت تعمل زي دورة تدريبية للشباب والبنات اللي متخرجين من المدارس الفنية في مصر لهم ما دخلوش سنوي عام ودخلوا سواء لو سنوعي او سنوي فني وقررت الشركة دي ان هم يقبلوا بنات ان هم يبقوا فنيين سعرية رات هنا ابتديت احس فعلا انه الفكر في المجتمع المصري ابتدى يتغير وانه فكرة تقبل بنت او انسة في مجال السيارات ابتدى ينتشر وكان فيه كمان بنات بتعرف توصلي على مواقع التواصل الاجتماعي لو شايفوا برنانج او لو سنوع اسمي او لو درستك حتى ابتدوا يكلموني عشان عايزين يعرفوا يخشوا المجالز زي ويذكروا ايه كمان فيه بنات مش مهندسين اصلا بيسألوا على كورسات تخليهم مؤهلين ان هم حتى يقدروا يتعاملوا مع نفسهم في عربياتهم فدي بقى كتفرحتي حسيت انه تعبي موقعش في الارض وانه فيه بنات ابتدت تغير فكرة انه لا انا مش عايزة دوافة تتكسر ومش عايزة هدوي تتوسخ وانه لا مش خايفة من نظرة المجتمع ابتدى الفكر كمان عند البنات يتغير في الوقت ده ابتدت اتأكد انه خلاص الحمد لله الطريق اتفتح وفيه بنات كتير فعلا دخلت المجال يعني في القاهرة وفي اسكندرية وفي السعيد كمان فيه بنات شغلين في ورش وفيه سيدات بيمتلك ورش دلوقتي كمان في السعيد فالحمد لله يتابع مرحش في الارضيان